في العاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا نعت الكابتن يهب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري وقالت أنها بتتقدم بخلص العزاء لأسرة الراحل وتسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يهب جلال زي ما قلنا كان صاحب بصمة واضحة في المشوار التدريبي مع عدد كبير من الأندية المصرية ثم المنتخب المصري وكان يحظى بتقدير واسع من كل اللاعبين والجماهير وأن رحيله ترك أثر كبير في الوسط الرياضي وتقريبا في كل الأندية والجهات الرياضية لعبرت عن حزنها العميق للخسارة الكبيرة لواحد من أهم كوادر الوسط والجيل الرياضي رحمة الله على الفقيد إهاب جلال